محكمة الاحتلال الاسرائيلي رفضت الالتماس الذي تقدم به الفلسطينيون والمتمثل بنقل الاسير محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ 85 يوما إلى احدى المشافي الفلسطينية في الضفة الغربية حيث اعلنت سلطات الاحتلال انها ماضية في احتجاز الاسير في مشفى العفول الاسرائيلي رغم ترد وضعه الصحي ودخوله في مرحلة حرجة للغاية الرفض المحكمة العليا الاسرائيلي لطلب نقل الاسير الى مشافي الضفة الغربية هذا كان متوقعا حيث لا احد يعول على هذه المحكمة العليا وخاصة انها تتبادل الادوار مع النياب العسكرية ومع الشباك في رفض الاستجابة لمطالب الاسير محمد القيق في يومه 85 على التوالي وهو في اوضاع صحية خطيرة هذا وطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للافراج عن الاسير القيق والذي وصل الى مرحلة في غاية الخطورة واصبح بين الحياة والموت دون ان تحرك اسرائيل ساكنا سوى رفض المبادرات الهادفة لاطلاق صراحه نحن نحمل حكومة الاحتلال ومحكمة الاحتلال المسئولية عن حياته وندعو المجتمع الدولي للتدخل كون ان هذا الاعتقال هو اعتقال تعسفي محمد القيق لم يدن ولم يقدم لمحاكم عادلي الساعات القادمة تحمل في ثناياها خطورة بالغة ما لم يتم تواصل لصيغة مقبولة للاسير القيق وعائلته للإفراج عنه قرار اسرائيل بمواصلة احتجاز الاسير محمد القيق رغم ترد وضعه الصحي يشير بطريقة واضحة الى تجاهل اسرائيل النداءات والمطالبات بالإفراج الفوري عن الاسير محمد القيق حسن ابو الروب الإخبارية رام الله